اشتركوا في القناة الكل يروح يسمعها لأنها مهمة وضرورية للجميع وخصوصا على الأحداث الراهنة وإيش التحذيرات لهذا التراجع السلبي طبعا القمر اليوم موجود في برج الحوت الآن هو عد بث الحلقة ورح ينتقل لبرج الحمل القمر الآن موجود في منزلة الرشا وهي منزل إلى العلاج والربح والسلامة والصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة عشر وخمسة وثلاثين دقيقة من صباح اليوم الخميس لا ينتقل القمر بعديها لبرج الحمل وأيضا لمنزلة الشرطين وهي منزلة جيدة لكل ما يخص النساء وغير ذلك فهي سيئة جدا ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد جيدة لعلاج الأسنان العمليات الصغرى تقليم الأظافر وأيضا لقص الشعر بما أن القمر موجود في برج الحوت معناته من الآن ولغاية ساعات الصباح ابتلعى بالناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة ابنشعر بالضياع ما مننجح في التركيز على موضوع معين ابن الذمر منكشف عن متاعبنا للغير ابنجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزهوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن عيون الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة بعض الأشخاص ممكن يقعوا في حباء الغرام بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عمل فني كالشعر والرسم وعيات المرضى وشراء الزهور واقتناء للتصوير بالنسبة للزوايا البطية طبعا أول زاوية هي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهذه تأثيراتها لليوم آخر يوم لإلها اللي هو 29-12 بعدها بتنتهي هاي الزاوية بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول اللي بتجذب الآخرين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها لغاية يوم أربع واحد هاي زاوية بتخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل فعنا أول زاوية الآن بدأ تأثيرها هي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد ذروتها ساعة 12 و43 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت جرينيتش ولكن بتستمر تأثيراتها لغاية ساعات الظهر من نشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون ذروتها ساعة 6 و12 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من منتصف الليل ولغاية ساعات العصر هاي زاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار السلبي اللي هو رح يبدأ من الساعة 26 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة 10 و35 دقيقة صباحا لا يستقر القمر بعدها في برج الحمل هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو قطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار في فترة خلو المسار رح يبدأ تراجع عطارد في برج الجدي رح يبدأ تراجع في ساعات الصباح الساعة 39 و32 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش من اليوم الخميس ورح يستمر هذا التراجع حتى يوم 18 واحد إلى غاية ساعات الظهر يعني أو بعد الظهر ساعة وحدة و12 دقيقة بعد الظهر خلال هاي الفترة اللي هي ما بين 29 و12 لغاية 18 واحد بيحصل تعطيل وتشويش على أي شيء له علاقة بالاتصالات بالمواصلات بتكثر حوادث الطرقات وبتتعرض البورصة أو الأوراق المالية أو الأسهم أو أي شيء له علاقة بالعملات لهذه الزات وتقلبات مستمرة يا إما صعود بشكل مفاجئ يا إما انخفاض بشكل مفاجئ في تقلبات مستمرة بتكون وهاي الفترة تعتبر سيئة لأي خطوة جديدة أو مهمة مثل خطوبة زفاف افتتاح مشروع جديد شراء حاجية ثمينة وخصوصا شراء السيارات أو الإلكترونيات بالفترة هاي بيكون فيها كثير من المشاكل فبتكون تتفقدوها طبعا التفاصيل كلها بالحلقة اللي نزلت أما بالنسبة للضرر فهو الضرر واقع على جميع الأبراج يعني من التراجع ولكن أكثر المتضررين هم موليد برج الجدي لأنه بيتراجع عندهم وأيضا موليد برج الجوزاء والعذراء لأنه هو الكوكب المتحكم بهدول البرجين أما بالنسبة للانتقال اللي رح يصير من الحوت للحمل رح يصير الساعة عشر أو خمسة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنتقل القمر باستقر في برج الحمل عشان هيك من ساعات الصباح منشعر بطاقة كبيرة للعمل منكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية منبادر بمشروع جديد ولكن من المحتمل أنه نتسرع بتصرفاتنا أو نتهور أيضا يجب أن نحذر أكثر على الطرقات من السرعة الفائقة ومنلاحظ أيضا في هذه الفترة أن أقل صبر في التعامل مع الغير وهذا الشيء ممكن يوقعنا في متاعب ومشدات غير مرغوب فيها منفق الدبلوماسيتنا ومنكون أكثر عدوانية في فترة وجود القمر في برج الحمل يستحسن إجراء فحص للعيون إذا استدعى الأمر لذلك وأيضا هذه فترة مناسبة لتعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل ما بعد الانتقال أول زاوية هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة 12 دقائق ظهرا بتوقيت جرينيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة هي زاوية اقتران إيجابية بين عطارد وبين الزهرة اللي تأثيراتها بدأت يوم 28-12 ورح تستمر تأثيراتها لغاية يوم 30-12 اليوم ذروتها الساعة 1.57 دقيقة عصرا بتوقيت جرينيتش هاي الزاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم من الآن ولغاية ساعات الصباح عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الأندروفين اللي هو الهرمون المسكن للألام والميتالونين اللي هو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك نعي الفترة تقلبات في النوم وشعور بالألم أكثر أما من ساعات الصباح فبتصير الأعضاء الأكثر حساسية واللي ما لازم نعمل لها أي عمليات جراحية اللي هي الرأس الأسنان بتصير أكثر حساسية ممكن عملية العصب أو عملية محافظة على الأسنان ولكن مش عمليات جراحية كبرى أما اللسان والعضلات المخططة والقضيب المرارة الشرايين والدم هدولا نبعد عن أي شيء له علاقة بالعمليات الكبرى بعد انتهاء خلو المسار يوصى بإجراء العمليات الجراحية يعني ما قبل خلو المسار وما بعد خلو المسار ما في أي مشاكل للعمليات الجراحية هذا اليوم مناسب من ساعات الصباح لها عمليات التجميل مثل الحقن والجراحة أو بمن الآن ولغاية ساعات المساء يعني طولة اليوم ما عدا خلو المسار لا يصلح لعمليات التجميل لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح أيضا للقص العلاجي بما أن القمر استقر في برج الحمل معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم السبت 31-12 بيبدأ خلو المسار الساعة 12-43 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 5-7 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش لينتقل القمر ويستقر في برج الثور أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 6 أيام في تمام ساعة 9-50 دقيقة صباحا بصير عمره 7 أيام نسبة الإضاءة بتصير 45% بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجدي حتى يوم 21 هي الآن منتحسة بنسبة 10% في ساعات الصباح بتصير سعيدة بنسبة 10% القمر في الحوت وبدو ينتقل للحمل ورح يضل في الحمل لغاية 31-12 سعيد الآن بنسبة 45% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 15% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 70% عطارد في الجدي بده يبدأ بعملية التراجع ورح يضل التراجع لغاية يوم 18-1 والآن سعيد بنسبة 70% ولكن في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 40% طبعا اللي حافظ على السعادة إنه بمشكل زوايا قوية إيجابية الزهرة في الجدي حتى يوم 31 سعيد بنسبة 30% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الحمل حتى يوم 16-5 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل التعب مسيطر عليكم حتى ساعات الصباح لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب عشان هيك ما تأخذوا أي قرارات حاسمة يحافظوا على هدوء عصابكم انتبهوا لصحتكم أجلوا كل شيء لغاية ساعات الظهيرة لحديث ما يستقر القمر عندكم بشكل كامل ومن ساعات الصباح بتبدأوا فترة أفضل بتعيد لكم نشاطكم المفقود ولكن بتحذروا من تقلبات مزاجكم وعصبيتكم وكلامكم أثناء التعامل مع الغير رغم أن الأجواء إيجابية وداعمة إلا أن تقلبات الكواكب شوي بتأثر على المزاج برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الأجواء الجيدة على المستوى الاجتماعي وعلاقاتكم مع الأصدقاء أو المعارف ولكن ممكن يكون في سوء تفاهم على بعض النقاط أو الغضب من تصرفات صديق أو معرفة من علاقاتكم الاجتماعية الأجواء ما زالت جيدة وداعمة ومنك أشخاص ممكن يكون عندهم مناسبة أو لقاء أو احتفال أو يعني شيء اجتماعي قوي خلال هذه الليلة أما من ساعات الصباح فبتدخلوا فترة غير مريحة بتلزمكم الانتباه أكثر لصحتكم لأن القمر رح يصير موجود في بيت المتاعب فبتكنوا تحاذروا من الدخول في أي مناقشة أو جدال مع الأصدقاء لأنه ممكن يتطور للأسوأ برج الجوزاء بالنسبة لما أوليد برج الجوزاء من الآن لغاية ساعات الصباح بدكوا تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال العمل وتواصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل حاولوا أنكم تخالفوا قوانينوا ما تجازفوا وما تغامروا في هذه الفترة لأنه برضو تراجعوا طارد بأثر على هذه النقطة وحتى على مزاجكم وعصبيتكم أما من ساعات الصباح فهنا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا أشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق أمني ومساعدة صديق وأيضا الأجواء جيدة على المستوى الاجتماعي خلال هذا اليوم فممكن تحصلوا مكاسب من خلال معارفكم أو علاقاتكم برج السرطان بالنسبة لما أوليد برج السرطان رح يظل النشاط عالي جدا على مستوى السفر والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وأيضا على مستوى الامتحانات إلا في فترة خلو المسار اللي عنده امتحان في هذا الوقت بده أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد وما يعتمد على الحضوض أما من ساعات الصباح فهنا بتحافظوا على هدوء أعصابكم خلال هذا اليوم ما تحاولوا إثارة المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك أهمش إنك ما تضعف وما تستسلم وما ترتكب الأخطاء وحافظ على رصانتك وتمسك بمسؤولياتك بإمكانك تعزيز العلاقة مع المسؤولين برج الأسد بالنسبة لما أوليد برج الأسد من الآن ولغاية ساعات الصباح بإمكانكم تتفحصوا حساب مالي مشترك وامتنعوا عن أي خطوة مالية جديدة طبعا التركيز رح يكون عن الأموال المشتركة بنك ضريبة تأمين أو بعض الفوتير أو مطالبة بحقوق لا لكم ولكن من ساعات الصباح رح تدخلوا فترة إيجابية جدا رح تنشطوا من خلالها في الاتصالات والسفر لبعيد وبتنجحوا بالمحافظة على مصالحكم الاجتماعية ولكن بدكوا تنتبهوا أثناء السفر وقيادتكم للسيارات وأنكم ما تستعجلوا ما يكون فيه سرعة فائقة اتفقدوا كل أوراقكم وأمتعتكم وعليكم عدم التسرع زي ما حكينا أثناء قيادة السيارة أو التنقلات برج العذراء بيظل اهتمامكم يوم ووليد برج العذراء على تعزيز الشراكة سواء الشراكة المالية أو العاطفية أو علاقتكم مع الأزواج وطاقتكم بتظل منخفضة وبتظل حدين الطباع ومزاجيين ومتقلبين بطباعكم أما من ساعات الصباح فهنا الأجواء بتتغير بشكل ثاني لأنه القمر رح ينتقل للبيت الثامن فبتنهمكم في عهد التنظيم أموركم المالية المشتركة ولكن بكتحذروا من النزاعات مع الشريك في العاطفة أو المنزل أو العمل عشان ما تكبر المشاكل ما في داعي لأي خلافات أو مشاكل أو مشاحنات ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن لغاية ساعات الصباح بيظل التركيز كله على العمل وعلى الصحة فحاولوا أنكم ما تبادروا العمل الجديد وانتبهوا لصحتكم ما ترهقوا حالكم بشكل كامل واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل وأيضا يعني حاولوا أنه ما تدخلوا بأي صدامات ما بينكم وبين شركاكم لأنه برضو طاقتكم بدأت تنزل اقتراب القمر لمقابلتكم تماما وهذا الشيء رح يصير في ساعات الصباح من ساعات الصباح بترغبوا في تعزيز شراكاتكم ولكن بدكوا تنتبهوا لطاقتكم لأنها ضعيفة ابعدوا عن العصبية عن الجدال عن الخلافات وعن حساسيتكم لأنها بتكون في أوجهة في داعي لتكبير الأمور وتفقدوا السيطرة بعدين برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بتظل العاطفي قوية عندكم وبتميلوا لتقرب من أحبائكم وللتجاوب معهم وبرضو بإمكانكم تعززوا علاقاتكم العاطفية أو المصالحات أو التراجع عن قرارات سابقة أو التقرب من الأحبة أو الأبناء وهذه فترة برضو ما زالت جيدة لأمور الترفيه وحتى للتجميل أما في ساعات الصباح في القمر بوصل للبيت السادس وأنا بيغلب عليك العصبية والإنفعال أهمش أنك ما تهم الأعمالك حاول أنك تدقق بأعمالك قبل تسليمها أو إنهاءها ممكن يتراكم العمل عندك أكثر من المعتاد وبرضو بدك تنتبه على عصبيتك لأنه بيطبع عليك اليوم العنف والعصبية وخاصة مع الحبيب أو الأولاد وخصوصا من ساعات الصباح برج القوس بالنسبة لما ولد برج القوس طبعا بتكون تتجنبوا إدخال أي تغيير جذري على مسكنكم وبرضو رح يظل الاهتمام إلى علاقة بالعائلة بالبيت بالمسكن بعض الأعطال أو الاهتمامات العائلية طبعا هذا من الآن لغاية ساعات الصباح أما في ساعات الصباح فالأجواء بتصير ممتازة جدا بتزداد رغبتكم في التقرب والتفاهم مع أحباكم وفترة ممتازة جدا للتقارب والعاطفي والحب حتى أن الغراميات بأوجها خلال هذا اليوم والحظوظة بتدعمك في كثير مواقف ولكن حاول أنك ما تفتعل أي خلاف في المنزل أو مع أفراد العائلة لأنه مزاجك حد شوي وحسسيتك يعني ممكن الشوي تكون مرتفعة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا ما زالت الأجواء جيدة على مستوى التنقلات والاتصالات والحوارات والنقاشات ولكن تراجع عطارد اللي رح يصير عندك من ساعات الصباح هذا شوي الشيء اللي بيأثر عليك بقولك لا تنفعل ولا تندفع وإذا عندك امتحان لا تعتمد على الحضوظ وحاول أنك تركز على عصبيتك لأن عصبيتك بأوجها لما تتكلم ما تنفعل كثير أما من ساعات الصباح فهنا بتفضل التركيز حول الأجواء البيتية والعائلية وشوي مزاجك بظل عدواني وهذا بسبب تقلبات المزاج وأيضا العطارد والشمس اللي لسه ما وصلت بشكل كامل لعندكم فعشان هيك بدكوا تحذروا من أي سوء تفاهم عليكم الحذر أثناء التنقلات وأثناء قيادة السيارة برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بتكون تجنبوا شراء أي حاجية ثمينة وتنتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع وتخففوا من المافقات رغم أنه في مجال أو في يعني فرص لمكاسب مالية بتيجي من عمل إضافي مستردات هبات أو دعم ولكن تخففوا من المصري في قدر الإمكان أما من ساعات الصباح فهنا بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات من المحتمل أنه يعاني البعض منكم لمشاكل أو نزاعات مع رفيقه أو رئيسه في العمل وبرضو ما بين الأزواج الأسباب كلها بتعود للأمور المالية عليكم تجنب التبذير وأيضا يعني استغلوا الفترة القادمة لأنه الأيام القادمة فيها كثير من الإيجابيات برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا ما زال النشاط واضح هو طاقة ممتازة جدا يعني لكن في فترة خلو المسار في ساعات الصباح حاولوا أنكم ما تبادروا لعمل جديد بل واصلوا أعمالكم اللي بدأتوا فيها من قبل بظل الحيوية ممتازة وفي نوع من أنواع الاستقرار أما من ساعات الصباح فهنا بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ممكن تحصلوا على بعض المكاسب المالية خلال هذا اليوم ولكن بيكون مزاجكم سيء فممكن إما أنكم تهربوا للتسوق فصرف الفلوس ببذخ وهذا شيء خاطئ في هاي الفترة أو بتكونوا قليلين الصبر وهذا الشيء ممكن يسبب لكم نزاعات مع محيطكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء اشتركوا في القناة